أكد رجال أعمال هنود أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند وضعت حجر الأساس لزيادة الاستثمارات الهندية في مصر وأكد رجال الأعمال في تصرحات خاصة للتلفزيون المصري من نيودالهي أن مصر دولة جاذبة للاستثمارات ومستقرة اقتصاديا نحن نعمل في مجال الغزل والنسيج ونأمل في الاستثمار في هذا المجال في مصر نظرا لأن القطن المصري هو واحد من أفضل أقطان العالم وأرغب في إنشاء وحدة جديدة ونعمل مع شركائنا ونأمل من الشعب الهندي أن يستثمر المزيد في مصر لأن هذا المجال واعد نحن نعمله في مجال الكيمويات نحن نعمله منذ أكثر من عشرين عاما ولنا اسم معروف في الصناعات في مصر ونحن نقوم بتصدير منتقاتنا والسوق المصري واعد ونصدر من مصر لأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط ونحن سعداء جدا بالاستثمار في مصر وكان لدينا عشرون مليون ما قيمته من الاستثمار الآن بلغ خمسين مليونا ونأمل أن نستثمر المزيد نعمل منذ أكثر من عشر سنوات في مصر وزيارة السيد الرئيس كانت رائعة ووضعت الأساس للاستثمار في مصر ونحن نشعر أنها زيارة واعدة لأنها تضع الأساس لهذا الاستثمار الجديد في مصر ونأمل أن نقوم بزيادة استثمارنا في مصر وهذه الزيارة مفيدة جدا للوزراء لتوجيههم لدعم هذا الاستثمار ونتطلع إلى المزيد من الاستثمار في مصر ترجمة نانسي قنقر